الوزير الأول عبد العزيز جراد يوقع على مرسوم تنفيذي تضمن تعديل مواقع الحجر المنزلي جزئي عبر 29 ولاية بعد التشار مع اللجنة العلمية المعنية بمتابعة جائحة كورونا وصوتة الصحية المختصة خلال الفترة الممتدة من التاسع إلى التاسع والعشرون أوت تقرأ تكييف مواقع الحجر المنزلي من الساعة الحادي عشر ليلا لغاية السادسة صباحا من اليوم الموالي بالنسبة لتسع والعشرون ولاية وهيبو مرداس وسقهراز وتسمسلت والجلفة ومعسكر وأم البواقي وباتنة والبويرة وغليزان وبسكرة وخنشلة والمسيلة وشلف وسيدي بالعباس والمدية والبليدة وبرجبو على ريج وتيبازة وورقلة وبشار والجزائر العاصمة وقسنطينة ووهران واصطيفو عن نابا وبجايا وأضرار والأغواط والوادي لكن يمكن للولا تقرأ أو تعديل مواقع الحجر الجزئي في الأحياء والبلديات التي تشهد وقرأ للعدوى بعد موافقة السلطات المختصة كما تقرر أيضا رفع الإجراءات المتعلقة بمنع حركة مرور السيارة الخاصة من وإلى الولايات التسعة والعشرين الذي ظل ساريا منذ تاريخ التاسع من شهر جويل الفارط بالمقابل سيظل إجراء منع حركة مرور السائل النقل الحضري والجماعي العمومي والخاص ساريا خلال عطلة نهاية الأسبوع على مستوى الولايات التسعة والعشرين لعشرين يوما إضافيا إجراءات الوزارة الأولى برفع المزيد من القيود الصحية على المواطنين تؤشر على قرب رفع الحجر الصحي على مستوى 48 ولاية خاصة في حال التزامن بتدابير الوقائية التي تبقى الحل الأنسب للحد من انتشار الوباء